ريفو ريفو وش السعد وفتحة الخير ومثلثل برضو مختلف ازاي ترشحت الريفو؟ اعتقد انا ترشحت انا في الاول ترشحت الدور تاني خالص غير اللي انت عملته ترشحت في الاول لدور خطيب راكين سعد وبعدين ومن وسط حصل داخل المطبخ وكواليث العمل نفسه في الاشيات ما بين المخرج والكاتب وامير عيد شخصيا امير عيد كنت اعرفه معرفة يعني طفيفة كده من المجال الموسيقى فالهم يا جماعة ده ده صدي بيلعب مزيكة وبعدين ده شكله كئيب ده شكله انفع مروان جد فاعتقد ان هو كان الفجر كده رمى شرارة انه دين فعلي يعني كنت ضميت لطأم العمل بس لسه ايه الادوار ما تفاكنتش بالزبط فابتدى استاذ ناير الكاتب مع استاذ يحيى اسماعيل المخرج مع كمان كان في قبول من الانتاج فحصل حصل ان فجأة انا اتحطيت في الدور ده وفعلا يعني انا هفضل ممتن لده لبقيت عمري لا ده ده مسلسل رائع ومختلف يعني في الفترة الاخيرة تفتكر يعني مسلسلات دي مثلا بتتعرض على منصات على بلاتفورمز اوكي وبتنجح نجاح كبير جدا وبتعمل صدق دايما بقول ان الحاجة الحلوة هتثبت نفسها حتى لو فين هتلاقي الناس بتتكلم وبتروح لها وحتشوفها فمع المقولة دي مية في مية الحلو بيثبت نفسه طبعا طبعا وده اللي حصل يعني وفعلا ساعتها لما نزل ما كانش تعمل دعاية كتير كان دعاية خفيفة وعلى قد البلاتفورمز ولكن ابتدت الـ word of mouth الناس تتكلم وفجأة احنا نفسنا يعني احنا عارفين ان هو كان عمل مكتوب كويس وعنده كل مقاومات النجاح ولكن اللي حصل حقيقي فقط توقعاتنا يعني الرواية بتاعت والدك اللي تحب تقدمها ياه يا خبر ابيض ده سؤال جميل جدا في رواية اسمها رفيكي يانجو دي رواية الاسم هو رفيكي يانجو هو مكتوب باللغة العربية يعني هو كتبها باللغة العربية بس الاسم هو بالسوحيلي اللغة السوحيلية يعني صديقي رفيكي يانجو فهي بتدور احداثها في تنزانيا فهو من يعني زي ادب رواية شوية ولطيف فيها انها يعني يعني قصة شاب مصري فيروح ويشتغل في تنزانيا ويتعرف على تاريخ كمان الدولة دي وكان فيه علاقات قوي جدا بين مصر و تنزانيا جمال عبد الناصر و جوليس نيريري رئيس تنزانيا في الفترة دي وانه وانه الانظمة الاشتراكية تنهد سوا ونتعاون فهي رواية جزابة جدا جدا وشيقة وهي في الاخر رواية رومانسية يعني بتحكي قصة حب بس فيه إطار تاريخي بنتعرف على تنزانيا و تاريخها و تأثير يعني كان جزء من سلطانة عمان فهي رواية سريعة جدا من الامر أكثر أريت معظم رواياته أريت كل رواياته كلها كلها بتناقشوا فيها يخبر عبيت جدا جدا وهو حبيبي يعني يعني بياخد رأيي جدا بيتأثر بيه قوي وحريص جدا انه يسمعه يعني هو نفسه انت تعمله ايه؟ هو والله يمكن يتطفق معاي على الروايات دي فعلا هى والله ممكن هم هي من الروايات برضو اللي هو بيحبها ايه ممكن تسعى انك تعملها يعني والله من 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 ماستنا هذي للناشortun من المناثتنا هذي من ههردا بليز لا اسال بجد احنا مفتقدين الأدب اة اوا يعني احنا مفتقدينه وبردو من الحاجات اللي بتضعف الاعمال ان ما بقاش في أدب عندنا ايه وعندنا عندنا طب ما بروح لهمش ليه ليه بروح نعمل فورماتس وليه بنعمل كده حقيقيه لما منشوف اعمال مختبسة عن روايات بتكون اقوى بكتير لانه بيكون الكاتب ده قعد سنين ليكتب في روايته فانت بتبني مسلسلك او فيلمك على رواية او على هيكل عظمي قوي او على اساس صلب فحقيقيه بتبقى بيبان الفر